الآن سنسيب حضركم مع موجز لأهم الأنباء بصحبة زملتنا لم ياء حمدين لم ياء شكرا لك يا مصطفى الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة منباحثات منفردة مع رئيسة وزراء دنمارك ميتا فريدريكسن عقبتها جلسة منباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين تركزت المباحثات على تعزيز مجالة التعاون خاصة ما يتعلق بتعظيم الاستثمارات الدنماركية في عدد من المجالات كالنقل والشحن البحري كما ناقشها الجانبان القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وقضية سد النهضة وخلال المباحثات أكد الرئيس السيسي أن مصر عازمة على تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيز وتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة بمصر وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقيام كل الوزرات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة التنفيذ من لجنة فضل منازعات بسرعة تنفيذ هذه القرارات وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ وذلك خلال مدة أقصها أسبوعا جاء ذلك خلال اجتماعا لمتابعة معدلة تنفيذ قرارات اللجنة الوزرية لفضل منازعات الاستثمار وأكد مدبولي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزرية قال الرئيس الأوكراني فلودمير زلنيسكي أن مستقبل بلاده يتوقف على نتيجة المعارك الجارية جهة الشرق بما يشمل المعارك في بخموت وحولها من جانبه أوضح قائد القوات البحرية البرية الأوكرانية أن وحدات هجومية روسية تهاجم من اتجاهات عدة في محاولة لاختراق دفاع القوات الأوكرانية والتقدم نحو أحياء الوسط يأتي ذلك بينما وصفت مصادر عسكرية روسية المعارك في بخموت بالصعبة وأن القوات الروسية تواجه مقاومة شريسة كشف زعماء الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا عن تفاصيل خطة لتزويد أستراليا بأواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية وذكر بيان مشترك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك صدقوا على خطط من أجل ما يسمى بمشروع أوكوس الذي أعلن عنه لأول مرة في عام 2021 في قاعدة ساندييغو البحرية بولاية كاليفورنيا الميناء الرئيسي للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي وأضفها البيان أن الولايات المتحدة تعتزم أن تبيع الأستراليا بمجاب الاتفاق ثلاثة غواصات أمريكية تعمل بالطبع مع إمكانية شراء غواصتين أخرين إذا لزيم الأمر يوصل ألاف الأطباء في بريطانيا اليوم الثاني على التوالي إضرابا عن العمل احتجاجا على الأنجور التي يقولون إنها متدنية للغاية والإضراب هو الأحدث الذي يشارك فيه عاملون في الخدمة الصحية الوطنية الممولة من الدولة في بريطانيا بعد إضراب هيئات التمريد والمسعفين وغيرهم للمطالبة بزيادة الأجور لتواكب مستويات التضخم المرتفعة قالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة أنها ستستأنف إصدار تأشيرات الدخول بمختلف أنواعها للأجانب اعتبارا من غد الأربعاء وأضافت السفارة الصينية في بيان لها أن الصين سترفع أيضا قيود التأشيرات على مختلف المواقع بما في ذلك جزيرة هاينان والسفن السياحية التي تمر عبر ميناء شنجاهاي وتواصل الصين إعادة فتح حدودها بعد إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا الذي استمر ثلاث ثانوات مشاهدين انتهى مجزء الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة شكرا